تقول إحدى الاختصاصيات السعوديات وردني ذات يوم بلاغان أحدهما من مكة والآخر من جدة بالعثور على طفلين لقيطين بجوار مسجدين واحد في جدة وآخر في مكة وكانت الأعداد بدار مكة قد تزايدت حتى عجزت عن الوفاء بخدماتها وفي الوقت نفسه يسر الله لأطفال دار جدة من الأسر الحاضنة ما يسمح لي بنقل أطفال مكة إلى جدة وهناك لاحظت أخصائية الجمعية شبها كبيرا بين الطفل القادم من مكة وأحد الأطفال الموجودين في دار جدة فعادت إلى تاريخ العثور عليهم فكان في نفس اليوم وكانت إسويرة الولادة ما زالت على قدم الطفل فبحثنا في المستشفى عن رقم الطفل فوجدنا أنه توأم لآخر وأمهما غادرت المستشفى مع زوجها فأخذنا صورة من الوثائق وعقد الزواج وعنوان الأم كونها غير سعودية ومن بلد عربي ثم طلبنا من المستشفى مطابقة بصمتي القدم مع بصمتي قدم الطفلين فكانت مفاجأة تطابقهما وأجرينا تحليل الدي ان اي فكانت النتيجة متطابقة ثم بدأنا رحلة البحث عن الأم فوجدناها شابة مسكينة تسكن مع أمها القعيدة وهي وحيدتها وظهر لنا أن الأم زوجتها لرجل من نفس بلدهم يعمل في مكة لعدم وجود من يعيلهم فسألتها المشرفة ألم تنجبي قالت بل أنجبت توأم من الذكور فسألتها أين هما قالت أخذهما والدهما لختانهما ولم يعدهما وبحثت عن زوجي فلم أجده واكتشفت أنه أغلق هاتفه وغادر البلاد أخبرنا الأم بوجود طفليها عندنا وعندما حضرت لترى ولديها كانت ترتجف وهي تبكي وتصيح أولادي أولادي ويشهد الله أنه لم يبقى أحد في ذلك اليوم لم يبكي لبكائها والغريب أن الطفلين جلس في حضنها بكل استكانة وهدوء وبعد أن هدأت سألتها بله عليك بماذا دعوت حتى حفظ الله لك ولديك وأعادهما إليك قالت عندما أخذهما أبوهما للختان قلت كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وبعد أن تأخر زوجي وأغلق هاتفه أيقنت أنه هرب بهما لبلادنا فكنت أبكي بين يدي الله بحرقة لم أبلغ السلطات ولم أفعل أي شيء كل حيلتي كانت في الصلاة والدعاء بهذه الكلمات يا جامع أم موسى بوليدها اجمعني بأولادي ولم أعلم أن هذا الأب الظالم ألقى بابني في المساجد في مدينتين متباعدتين قلت لها من يستعم بالله فإن الله لا يخذله لقد حفظهم الله لك بحفظه وأقر عينيك بهما لأنك توجهت إليه بقلب مخلص صادق الإيمان ثم غادرت الأم ذات العشرين عاما المستشفى بطفليها وهي غير مصدقة ما حدث؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا في أحد الأيام وقبل صلاة المغرب جاءت سيارة مسرعة سرعة جنونية وصدمت شابا كان يمشي في الطريق أمام باب وكالة سيارات وتوفي في الحال وتمكن السائق من الهرب ولكن الشرطة تتمكنت من إلقاء القبض عليه في نفس اليوم وعند البحث في الأوراق التي كانت بحوزة الشاب المتوفي تبين أنه كان قادما للبحث عن عمل في وكالة السيارات التي توفي أمامها ونقل هذا المتوفى إلى إحدى المستشفيات وحفظ في ثلاجة ومضى أسبوعان ولم يسأل عنه أحد فاتصل ضابط تقي بهاتف منزل المتوفي الذي وجده خلال الأوراق التي كانت بحوزته فردت عليه سيدة شابة فسألها أين فلان؟ قالت أنا زوجته وهو غير موجود لقد خرج منذ أسبوعين للبحث عن عمل ولا نعلم عنه شيئا وأنا وأطفال الاثنين ننتظر عودته بدأ الضابط يفكر في أمرها وكيف يبلغها بأمر زوجها وبعد يومين اتصل بها وأبلغها بالأمر فحزنت حزنا شديدا وبكت ثم طلب منها أن ترسل أي أحد من الأقارب حتى يتابع القضية فأبلغته بأنه لا يوجد لهم أقارب فتابع الضابط موضوع هذه الأرملة بنفسه حتى دفن الشاب وحكمت المحكمة على السائق بدفع الدية للأرملة فأخذ هذا السائق يماطل بالدفع ويقول إنني لا أملك شيئا ولا أستطيع الدفع لها واستطاع أن يحضر سك إعسار من إحدى المحاكم بشهادة اثنين وطويت القضية على أنه معصر وسيتم سداده لهذه الأرملة عندما تتحسن حالته المادية وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ فأخذت الأرملة تدعو الله أن ينتقم منه إذا كان كاذبا وظل الضابط يجمع للأرملة وابنيها بعض النقود ويعطيها إياها ويدلها على بعض الجمعيات الخيرية ومرت الأيام وبعد نصف عام بالضبط من الحادث الأول كان هذا الضابط التقي منوبا في المساء وإذا بمكالمة هاتفية تأتي إلى الشرطة فيرد هو عليها وإذا بخبر حادث سيارة أمام نفس وكالة السيارات فذهب إلى موقع الحادث للتحقيق فيه فوجد أن سيارة قبل المغرب صدمت رجلا ومات في الحال وبعد البحث عن الأوراق التي بحوزته كانت المفاجأة المذهلة التي تيقن الضابط من خلالها أنه لا شيء يضيع عند رب الأرباب قد تبين له بأن الرجل المتوفى هو نفس الشخص الذي عمل الحادث مع الشاب مات في نفس المكان ونفس الموعد بعد نصف عام من الحادث الأول ومما زاد من المفاجأة أن المتوفي في الحادث جاء يمشي للدخول إلى وكالة السيارات ومعه شيك ليدفعه للوكالة لشراء سيارة جديدة له بينما الشاب الأول كان في الطريق للبحث عن عمل ذهب الضابط إلى القاضي الذي سيتولى الحكم بموضوع هذا الرجل وأخبره بما كان من الرجل المتوفي الثاني وعدم دفعه الدية لأرملة المتوفي الأول وعندما طلب القاضي الدية من صاحب السيارة الذي صدم الرجل الثاني قام بدفعها سريعاً وحكم القاضي بأن تكون هذه الدية من نصيب أرملة الشاب الذي ظلمها هذا الميت فحمد الضابط ربه فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر